اشتركوا في القناة حديث فيه ذكر هذا الاسم للملائكة الملائكة الكروبيون والحقيقة ان هذا الاسم منذ نحو ثلاثين سنة لم يكن مر به في احاديث التي كنت قرأتها في مئات ان لم اقل الكتب اكثرها مخطوطة حتى سمعتها او سمعت هذا الاسم في مينة في موسم من مواسم الحج كنت جالساً في ليلة هادئة وجميلة من ايام منه اتحدث ما بعض اخواننا من انصار السنة المصريين والسوريين وغيرهم لما دخل علينا شيخ سمته لبأس به سلم وجلس واستمع وبعد ان توقفت قليلاً عن الكلام دخل هو في الموضوع يتكلم تبين من كلامه انه من الذين درسوا في الازهر ويحملون في طوايا نخوصهم بغداً للدعوة السلفية او دعوة التوحيد وانه متأثر ببعض الدعاوة الكاذبة التي تنسب الى جماعة التوحيد في كل بلاد الاسلام سواء كانوا هنا او في مصر او في سوريا او في غير مكان واذا به يتهجم ويقول ان دعوة الوهابيين بهذا الاسم دعوة جيدة ولكنهم يشبهون الله بالمخلوقات فسألته كيف ذلك قال انهم يقولون بان الله عز وجل سبحان الله يخطي القرآن وهو لا يشعر قال يقولون بان الله على العرش استوى فقلت له هل هذا قولهم ام قول رب العالمين استدرك فقال يعني هو بانهم يفسرون هذه الآية بمعنى انهم يفسرون الآية بان الله قاعد على عرشه أقول قلت له يا أخي هذا التفسير ليس صحيحا نسبة إليهم الخلاف بينهم وبين مخالفيهم ليس هو في تشبيه رب العالمين بالمخلوقين فهذا باطل بالاتفاق وإنما الخلاف هل يصح تأويل الاستواء بمعنى الاستيلاء أم الصحيح أن الاستواء هو الاستيلاء ودخل في هذا الموضوع طويلا وأمر بده جدا أن خلاصة العقيدة السلفية في هذه الجزئية أن لله صفة فوقية فهو تمسك بهذه وقال هل من المعقول أن الله عز وجب يكون فوق العرش معنى ذلك أن ما وضعناه في مكان قلت له لا هذا وهم منكم ونحن نتبرأ من عقيدة تجعل الله عز وجل محصورا في مكان وهو العلي الكبير ثم بدأت المناقش معه بطريقة خاصة قلت له هل أنت معي في أن الله كان ولا شيء معه قال طبعا قلت حين كان الله فهل كان هناك عرش قال لا إذن كان الله ولا شيء معه ثم خلق العرش قال نعم فسلشلت معه فقلت له نحن الآن في الأرض فما الذي فوقنا قال السماء الدنيا ثم الثانية إلى أن وصلنا إلى السابعة قلت ماذا فوق السابعة قال العرش قلت وهنا الشاهد وماذا فوق العرش قال الملائكة الكروبيون لأول مرة أسماء هذا الإسم ومنذ نحو ثلاثين سنة قلت ما هذا الملائكة الكروبيون فوق العرش نحن نعرف أن الذي فوق العرش هو خالق العرش بدليل آية السابقة وتأويل السلف لها بأنه على العرش استوى أي استعنى وكما قال بعض المؤتدرين في هذه المسألة ورب العرش فوق العرش لكن بلا وصف التمكن واتصالك والله غنيم عن العالمين لكن أنا بسمع لي أول مرة أن الذي فوق العرش هم الملائكة الكروبيون هل عندك آية في إثبات أولا أن هناك ملائكة يسمون بالملائكة الكروبيون قال له قال طيب قلت طيب هل عندك حديث في أنه جاء ذكرهم فيه بهذه التسمية قال لا قلت فإذا من أين جئت بهذه العقيدة أن فوق العرش ملائكة كروبيون قال هكذا درسون مشايخنا في الأزهر الشريف قلت يا عجبا أنا أعلم أن علماء الأزهر يقررون على الطلبة في دروسهم ما يتعلق بأصول العقائد وأصول الثقه يقولون لهم حديث الآهاد الصحيحة لا تثبت بها عقيدة وكيف لقنوكم عقيدة ليس مذكورة لا في القرآن ولا في السنة كيف أتقدتم طبوهت الرجل ثم تابعت الكلام قلت له هب أن فوق العرش أولئك الملائكة المسمون عندكم بالكروبيون فماذا فوقهم وقف الرجل وقف حيرات وقد كنت قدمت معه كان الله ولا شيء معه وكان مشتق من كن فيكون فلم يكن شيء هناك فقال الله لخلقه كن فكان فإذ انتهى بنا أن ناو وصلنا إلى العرش وبزعمك فوق العرش أولئك الملائكة فماذا فوق هؤلاء الملائكة أعدم أم وجود قال لا عدم لأنه كنا اتفقنا لأنه لا شيء قبل أن يخلق الله تبارك وتعالى السماوات والأرض كان الله ولا شيء معه إذن فقبل أن يخلق الله شيئا لم يكن هناك شيء فإذ انتهى بك العلم إلى أن فوق العرش الملائكة الكروبيون ولا شيء وراء ذلك من كون لأنه انتهى الخلق فإذا قال السلفيون لأن الله تبارك وتعالى على العرش استوى أي استعلى فلماذا تنسبونهم إذا أنهم حصلوا الله عز وجل في كونه ولا كون هناك لأن الكون محذور ومحدود وفي رأينا آخر الكون وعلاه العرش في رأيك أنت العرش وعليه الكروبيون ولا شيء بعد ذلك فإذا العقيدة صحيحة عقلا ونقلا إنما هي عقيدة السلف الصالح لأنهم لم يجعبوا الله في مكان كما تزعمون لأنه لا مكان هناك وراء العرش إنما هو العدم المحض إلا الله تبارك وتعالى ولكن ما بألكم أنتم أنكم فينما فررتم مما نسبتم السلفيين إليه وهم بلاء منه فإن الله ليس في مكان لأنما بعد العرش ليس كونا وليس مكانا وهو على العرش السوا لكن ما بألكم أنتم تفرون من إثباتها بصفة لله تبارك وتعالى وهي صفة التنزيه تماما لأنه ليس في الكون فكيف وأنتم تقولون إن الله في كل مكان تحصرونه في كونه الذي خلقه بعد أن لم يكن له وجود فأنتم المشبهة وأنتم المجسمة وليسنا نحن معشر السلفيين إلا القائلون بما قال تعالى ليس كمثلي شيء وهو سميع البصير وعلى أساس من هذه الآية بطرفيها ننزه تعالى تنزيها كاملا ونثبت له الصفات كما يليق بعظمته وجلاله